موسيقى 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 كنت غالباً مش هلحق البطولة بس أنا يعني لما ربطت سواي كده قدرت ألعب الحمد لله يعني نعم نكمل الغد رؤيتها وران نهاردة على معتقد الكابتن حمدي حاول يعمل بعض روتيشن كده رايح بعض النس لأن المتوسطة النهاردة المباراة لكن المباراة الغد بالنسبة لكم هي الأساس وهي الهدف إن شاء الله شايفوا مباراة بكرة إزاي بنسبة المباراة مش تهلة خالص إحنا عملنا لحسات كبير طبعاً إن ده يعتبر فاينل تاني خلاص مركزين جداً إن شاء الله بكرة كابتن حمدي أيلنا على نقطة الضعف إن شاء الله نقدر نلعب عليها ونعمل ماتش زي الصفاكس كده إن شاء الله أريد أن أكد على الجمهور والحماس والأداء الرائع اللي بيبقى تدوب صراحة معاكم بيدوا مفعول كبير للبطولة وليكنوا على المستوى الشخص طبعاً هو بيدينا دفع قوية جداً جداً وبيديه في نفس الوقت بالفريق اللي قدامنا ببخيف طبعاً فإحنا طبعاً إن شاء الله بنتمنى أن هو يجيب أكرب عدد كبير عشان يستعيدنا إن شاء الله إن شاء الله مرسي يا ربنا خير كل الشكرة طبعاً للنجمات تفريق للنادي الأهلي على هذا الأداء الرائع زي ما بنقول طبعاً مباريات متلاحقة مباريات متلاحمة لكن الكابتن حمدي الصافي بيحاول بشكل جديد أنه يعمل بعض الروتيشن ونشفناه النهاردة في مباريات الصحافة السودانية طبعاً هي مباراة متوسطة زي ما بنقول لكن أكيد ضغط المبارات مسبب قلق كبير جداً ومسبب إجهاد كبير جداً لكل لعبات للنادي الأهلي لكن أكيد كلنا ثقة في كابتن حمدي الصافي الجهاز الفني لعبات تلكرة الطائرة بيه الندي الأهلي ليحظي البطولة رقم 19 لبطولة الطائرة طبعاً رقم 19 هنا من أستاذ القاهرة مستمرين معاك كابتن عيسم السعيد وكل مشاهد قناة الأهلي في كل مكان ولقاءات خاصة هنا طبعاً من أستاذ القاهرة واكيد يكون معنا كابتن حمدي الصافي المدير الفني للنادي الاهلي وايضا كمان النجمات التفريق النادي الاهلي في البداية طبعا براحب بيك كابتن نرمين طبعا براحب بيك في البداية ومبروك طبعا النهاردة الفوز والأداء نهاردة زي ما بنقول مباراة متوسطة لكن انتم قدين أداء رائع الفترة اللي فاتت شايف البطولة زي من وجه النظر اولا الله يبارك في حضرتك البطولة يعني قوية فرقة الصفاكس كويسة وفرقة سبورتين كمان وبكرة موتش المجمع موتش جامي دي يعني بس احنا نطوب نتفرج على فيديوهات وكابتن حمدي يعطول عمليني محاضرات فان شاء الله يعني موتش بكرة يبقى بتعنا ان شاء الله مقلة الفرق لكن ممكن دول هالفرق القوية المشتركة طبعا في البطولة العربية لكن منافسة ببقين عليها قوية جدا مبارات بكرة بنسبالكو ازاي انتو كمان كبنات بتكلاموا مع بعض ازاي احنا طبعا هي البطولة دي مزاي البطولة اللي فاتت البطولة فاتت كان فيها فرق اكتر مشاركة بس ما كانتش كوية زي دي احنا طبعا احنا مش اول مرة نلعب المجمع لعبناهم كمان فاينال السنة اللي فاتت وبنلعبهم في افريقيا فاحنا عارفين يعني احنا نعملي بكرة ان شاء الله وكابتن حمدي عطول بيتكلم معنا اين النقاط قوة وضعف بتاعتهم فان شاء الله يبقى بكرة موتش بتاعنا ان شاء الله احنا الجمهور يحضر بكسافة عن كده هو بدي بفعول كبير جدا ومدي اداء راعي معاك رسالتك ايه الجمهور النادي الاهلي بكرة ان شاء الله بنسبة المباراة طبعا انا بشكرهم جدا ان هم على طول موجودين حتى في موتش النهار دي مكناش متوقعين ان هم عايقوا كده بس طبعا احنا مفصلين اوين هم موجودين وان شاء الله بكرة كمان يبقى موجودين ودار نفرحهم مرسي شكرا كل الشكر والتعليق طبعا لكابتن نرميل اللي من شاء الله احد نجمات فريق اللي النادي الاهلي واكيد يكون معانا لكابتن حمد الصافي خلال اللحظات بسيطة لكن اعود لك كابتن عيسى في هذه اللحظات مازلل حال تكون معانا كابتن رحمة حسن احد نجمات اللي النادي الاهلي مبروك طبعا النهار دا للفوس بالمباراة بنأكد ان هي مباراة متوسطة لكن الاداء مميز من اول البطولة وان شاء الله تحقى البطولة اللي شايفها المباراة نهار دا ازاي من وجهتنا لا الحمد لله النهار دا مفروض هي اخاف المباراة يعني احنا اول ماتشين لهم سبورتنج وصفاكس كانوا ماتشين جمزين اوي فجيب صراحنا اللي احنا ماتش يبقى قبل الفاينال يعني مش قوي اوي علشان بنستعد البكرا ان شاء الله يعني ازاي ما بيقول لنهار دا كابتن حمدي حاول يعمل بعض روتيشن ريح بعض العيبة ونزل بعض العيبة الضغط ده مسبب لكو شوية اجهاد او كده اللي انتو متعودين على ضغط البطولات بشكل جديد لا لا احنا متعودين على ضغط البطولات وعلى طول كابتن حمدي بيعمل كده في الماتشات حتى في الدوري وفي افريقيا في كله فلا لا يعني ان شاء الله ربنا يوفقنا بكرا اين بكرا شايف المباراة ازاي مباراة مهمة تابعتهم اكيد انتو كمان النهار دا قبل المباراة دي شايف المباراة بكرا ازاي والجمهور دا كمان اللي بنناشد انه يبقى موجود اكتر من كده لان بيدي دافع كبير جدا لي لا مباراة بكرا طبعا صعبة احنا السنة الفات برضو لعبنا جي اس بي هنا فاينل فوجمهور اللي بيساعدنا ان احنا الماتش يطلع كويس وسهل يعني احنا من غير الجمهور ما اعتقدش الماتش هيبقى كان بالسهولة دي ان شاء الله مرسي كل الشكرة طبعا متعدير من جديد للنجمات النادي الالي وزي ما بنقول خلال لحظات هكوم معنا الكابتن حمدي الصافي المدير الفني لانسات الكرة الطائرة للنادي الالي اللي بنهني طبعا منبركله على مباراة اليوم وان شاء الله نهني غدا بعد البطولة الافريقية وبعد هذه المباراة الرائعة ان شاء الله نتمنيها الاهلي والمجمع البترولي الجزئيري لسه يمكن معرفناش التوقيت بالزبط هكون امتى بالنسبة للمباراة لكن ان شاء الله هنتأكد من الكابتن حمدي الصافي المدير الفني لانادي الالي واكيد زي ما بنقول النادي الالي بيأدي اداء رائع في هذه البطولة نطمح انها تكون اكتر من كده بالنسبة لفرق المشاركة لكن يمكن هيا دي الفرق المشاركة المطلوبة والمميزة في بطولة العربية رقم 19 لانسات الكرة الطائرة زي ما بنقول طبعا الكابتن حمدي الصافي المدير الفني بنبريك لك طبعا كابتن حمدي